ما عليك أخيرا صنع في السعودية أكيد نشعر بالفخر عندما يرى منتجات عليها التاج ميد انسا ودريبيا وصنع في السعودية أطلقتم برنامج صنع في السعودية الحديث كذلك عن تسويق المنتجات السعودية عالميا وين دور كون في هذا الجانب بتكلم حتى عن بنك الاستراد والتصدير يمكن له دور في هالنقطة حتى نحفز فعلا أن يكون هناك استثمار صناعي سعودي بمعايير عالمية ويصل للعالمية صحيح وهذا مشروع الحقيقة قريب إلى النفس ولاقة حماس وتشجيع من سيدي الأمير محمد حفظه الله المشروع بكل بساطة هو دور أصيل للدولة لخلق انطباع إيجابي عن المنتج السعودي سواء داخل مملكة بحيث يكون هناك اعتزاز لدى المواطن باستهلاك المنتج المحلي جميع الدول التي حصل عندها تنمية صناعية تجد عندهم اعتزاز بمنتجهم دائما الأولوية للمنتج فهذا الجانب الذي يغطي السوق المحلي ويغطي المواطنين والمقيمين الذين يفخرون بمواطنتهم ويفخرون ببلدهم وأيضا المقيمين الذين تربطهم علاقة متميزة بالمملكة ومن جانب الآخر هو أيضا توحيد الصورة الذهنية أو خلق صورة ذهنية إيجابية عن المنتج السعودي خارج المملكة واليوم الحمد لله نحن ننطلق أيضا من قاعدة صلبة وقوية اليوم منتجات السعودية في معظم البلدان التي توجد فيها هي منتجات معروفة بالجودة معروفة بأنها مفضلة لدى المستهلكين المنتج السعودي أثبت قدرتها على المنافسة لا من حيث الجودة ولا من حيث السعر وأيضا الشركات السعودية أثبتت قدرتها على المنافسة من حيث أيضا التعاملات التجارية تعاملات محترمة تعاملات فيها الصدق وفيها التزام كل هذا نحن نطمح إلى أن نجمعه في صورة إيجابية تستحقها منتجاتنا الوطنية وإن شاء الله نرى هذا المشروع يلاقي نجاح كبير داخليا وعالميا إن شاء الله شكرا لك معايا للوزير الأستاذ بندر الخليف وزير الصناعة والثروة المعدنية وحلقتنا اليوم كلها عن موضوع الصناعة وعن دعم استثمار في القطاع الصناعي وجهود الدولة في تحفيز هذا الاستثمار وهذا التوجه